والله كنت تتمنى اقول لنفسي اليوم سنقول له يا رسول الله تعبنا في هذه الدنيا وما صبرنا فيها الا لانك امام الصابرين يا رسول الله الناس تشتكي من ارزاقها لكنهم يعلمون انك قدوتهم فكنت تبيت الليالي وانت تربط على بطنك الحجر لا تجدت لحما تأكله ولا طعاما تقتات عليه يا رسول الله تعبت الام التي فقدت ولدها وفقدت ابناءها لكن عزاؤها انك فقدت زينب وام كلثوم ورقية وابراهيم وعبد الله والطاهر في حياتك تعب الرجل الذي فقد اصحابه واخوانه لكن عزاؤنا انك فقدت جعفرا رضي الله عنه وارضاه وفقدت زيدا وفقدت عبد الله بن رواحة وصبرت يا رسول الله